بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أحبتي في الله اسم محمد صلى الله عليه وسلم يستعمل ثلاثة حروف الميم الحاء والدال ولكن اسم محمد يتكون من أربعة حروف لأن حرف الميم يتكرر مرتين لنرى كيف تكررت حروف اسم محمد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم لكم تكرار هذه الحروف في سورة محمد فحرف الميم تكرر مائتين وثلاثة وعشرين مرة الحاء تلاثة وعشرين مرة الميم مائتين وثلاثة وعشرين مرة والدال خمسة وثلاثين مرة مجموعة هذه التكرارات يساوي خمسمائة وأربعة وخمسمائة وأربعة يساوي تمانية فيه تلاثة وستين تلاثة وستين هو عمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي سيكون أول من يدخل الجنة التي لها تمانية أبواب اسم محمد يبدأ بحرف الميم والميم متكرر مرتين العجيب ورد حرف الميم في 5732 آية في القرآن الكريم والقرآن يحتوي على 6236 آية وعدد الآيات التي لم يرد بها حرف الميم هي 504 آية وكما رأينا في اللوحة السابقة ف504 يساوي 63 في 8 سبحان الله في الحالتين نجد العدد 504 و504 كما قلنا يساوي 63 في 8 الأعجب إذا ذهبنا إلى الصورة رقم 63 وهي صورة المنافقون فحرف الميم تكرر بها 63 مرة و63 هو عمر رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إذن فبعد عمر داما 63 سنة توفي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة من تنزل الوحي والدعوة إلى الله وفي صورة محمد آية واحدة تبدأ وتنتهي بحرف الميم وهي الآية 15 فالآية 15 من صورة محمد هي التالية لكم إحصاء الميم في هذه الآية فكما ترون فلدينا 23 ميما فكما رأينا في الآية 15 من صورة محمد وهي الآية الوحيدة في هذه الصورة التي تبدأ وتنتهي بحرف الميم تكرر حرف الميم بها 23 مرة و23 هو عدد السنين نزل الوحي سبحان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته